اشتركوا في القناة في جدول ما يتداوله الناس خلال هذه الأيام الماضية وأخص بالذكر موضوع الوضع الأمني في منطقة الساحل وتحديدا على تدعيات الأزمة التي تعصف بدولة مالي جنوب الجزائر ثم كذلك مواقف وإبداع وتوضيح من طرف حركة رشاد فيما يخص سياسات النظام الجزائري خاصة في الميدان الاقتصادي بداية كما ذكرت قضية الساحل المعروفة بالمنطقة التي تغطي جنوب الجزائر وأصبحت مكانا مكان توطر وبؤرة لنزاعات معروفة لدى الجزائريين ولكن الذي يجدر التذكير به في هذا المقام هو قرار لمجلس الأمن لأمم المتحدة الذي صدر قبل أيام يومين وثلاث وهو يمهد في الحقيقة لتدخل عسكري لقوى أجنبية في المنطقة طبعا هذا التدخل الأجنبي دائما يسوق له على أساس أنه يدخل في إطار محاربة الإرهاب والجدير بالذكر أن كل الملاحظين رأوا في هذه المسألة بالذات تضارب وغياب رؤية استراتيجية من طرف النظام الجزائري وفي الحقيقة هنا كذلك هذا الموضوع يطرح السؤال ما هي المؤسسات التي تتخذ القرارات المصيرية بالنسبة لأمن الجزائر واستقرارها كدولة في قضايا من هذه الأهمية ومن هذا الحجم مثل قضايا تخص حدودها ووحدتها الترابية وما يجري حاليا في دولة مالي ومع الانقسامات والصراعات التي تجري هناك فطبعا لدينا بعض في هذا الشكل الذي نبينه قضية إذن الوضع في الساحل نرى فيه بعض المؤشرات التي تؤكد على مخاوف كنا عبرنا عنها في مواطن عديدة بالنسبة لحركة رشاد وهي أنها توضح فقدان للسيادة الوطنية بالرغم من التصريحات التي يراد لها من طرف النظام الجزائري على أن تبين أن هذا النظام له سياسات حكيمة وصارمة وأنه أصبح نموذجا يحتذى به فيما يسمى بالحرب على الإرهاب فسنبين بالتفصيل كيف أن هذه المرحلة بالذات تبين أن الجزائر تفقد شيئا فشيئا الكثير من سيادتها كدولة بحكم هذه السياسات العرجة والمضطربة والتي توضح للعام والخاص أنه ليس هناك منهجية وانسجام في أعلى هرم السلطة الجزائرية للتذكير فإن قرار مجلس الأمن هذا الذي صدر يوم 13 أكتوبر فهو كما أسلفت وبناء على مقترح أو ضغط فرنسي تحديدا يفتح الباب أمام تدخل عسكري في منطقة مالي بذريعة محاربة الإرهاب والحفاظ على الوحدة الترابية لدولة مالي الآن من تتبع مواقف النظام الجزائري مع ما لديه من علاقات خاصة مع جيرانه ومع قضية الاختطاف الرهائن الدبلوماسيين وإلى اليوم نذكر أن الدبلوماسية الجزائرية عاجزة على أن تفسح للجزائريين عن مصير المختطفين وخاصة بعد الإعلان قبل أسابيع عن إعدام أحد الرهائن وأن الدبلوماسي الجزائرية إلى اليوم ليست في موقع أن تؤكد هذا الخبر من عدمه وهذا يبين اضطرابا في المواقف واضطرابا في استقاء الأخبار التي تهم أمن الجزائر كدولة إذن في أمور مصيرية كهذه النظام الجزائري يفتقد الاستراتيجية واضحة فبعدما كان وهو معلوم ربط صيلات بل استقبل النظام الجزائري بعض الأطراف في النزاع المالي منها حركة أنصار السنة التي يضعها المجتمع الدولي بين قوسين دول كفرنسا وأمريكا في خانة دول الإرهاب المنظمات الإرهابية إلا أن النظام الجزائري بقي في تلاعب لا يدري كيف يوضح سياسته الآن كيف وصلنا إلى هذا الوضع في الحقيقة لا بد نرجع لشيء فشيء إلى الوراء طبعا ما راش نرجع إلى التاريخ القديم أخذنا كمحطة أهمة مقال كان أنضاه السيد عبد العزيز بن تفليقة بذاته هو نفسه الرئيس الجزائري أنضى مقالا في سنة 2002 في جريدة أمريكية اسمها واشنطن تايمز وقال كما يعني صرح هو في هذا المقال حيث قال أقرأ أمامكم تثابر الجزائر من أجل أن تصبح المنتج الأول للبترول في القارة الإفريقية لماذا؟ هنا السؤال علاش الجزائر تريد أن تصبح المنتج الأول للبترول؟ هل هو دعما للاقتصاد الجزائري؟ هل هو تطويرا لقدراتها؟ وبذلك يعني هذا ابو تفليقة يقول تضمن الأمن الطاقوي الإضافي الذي تحتاجه الولايات المتحدة إذن تصخر طاقات الجزائر وخيراتها لماذا؟ لأمن الولايات المتحدة من ناحية ما تحتاجه إلى الطاقة البترولية فمنذ ذلك الوقت بدأنا بتنازلات اقتصادية ثم جاءت تنازلات سياسية التي وضعت في إطار هذا التهويل والتلميع للنظام الجزائري على أنه خبرة في محاربة الإرهاب وأن الدول الغربية الآن خاصة بعد أحداث سبتمبر 2021 أصبحت تعترف للنظام الجزائري بقدرتي واصبح يسوق لهذا الكلام الجزائر عندها قدرة عندها خبرة وأمريكا تأتي لها إلى غير ذلك ثم جاءت المراحل الأخرى بعد هذا يعني نشوفوا التسلسل راه فيه مسار واضح وحركة رشاد منذ 2007 وهي تنوي على هذا المسار جاءت افتتاح مكاتب للسي اي اي وكالة الاستخبارات الأمريكية والأف بي اي في الجزائر وأنا ذكرت الآن يعني مقالات لصحف جزائرية كالإكسبريسيون أو الوطن وتبين أن في الجزائر مكاتب للأف بي اي والسي اي اي ثم وتلتها كما تعلمون فضيحة هذا ضابط السي اي اي في الجزائر اللي اغتصب جزائريات في الصفارة الأمريكية ونسينا القضية كالعادة ثم جاءت القضية طرح القيادة العسكرية والمدح بين قوسين المدح بين قوسين كأنه ينفخ في الجزائر وأن لها خبرة وجاء تصريح ديفيد هوغ وهو قائد القوات البرية للأفريكوم حيث يشيد النظام الجزائري وبدوره الرياضي في محاربة الإرهاب هذا كله ينفخ في النظام ويسوق في شيء رهجي نفس الشيء روبين سيرباي وهو بريطاني ومستشار رئيس الحكومة البريطاني يشيد بالدور المحوري للجزائر في محاربة الإرهاب نحن نعلم أن هذه الدول الكبرى نحن لا نتكلم عنها هذه الدول الكبرى هي دول في تاريخها استعمارية وأذكر عندما كانت الجزائر عندها ديبلوماسية مقدمة إلى الأمام وتقدمية كانت تجعل هذه الدول تسميها بالإمبريالية لا ننسى هذه الفترة وهي الدول الكبرى لها مصالح لها صراعات إلى غير ذلك فإذا ما مدحونا في شيء أرى عنهم حسابات ووصلنا الآن إلى أن ويكيليكس كما تعلمون في تسريباتها تتكلم عن دور القوات الأمريكية في الجزائر وإحنا كنا في حركة رشاد تكلمنا على وجود قواعد أمريكية في الجزائر الجزائر كانت دائما تنفي ولكن كانت في مرة حتى صور في التلفزيونات الأمريكية تبين قوات أمريكية تتدرب في الجزائر وطبعا بوتفليقة كما نرى كان دائما هو يرحب بهذه الأطراف ويشيد وكأنه مفخرة للجزائر إذن نشوفوا الخطوات كيف أنتقلت شيئا فشيئا ثم جاء أمر آخر وهو السماح بتحليق طائرات استطلاع مخابراتية أمريكية من طرف الدولة الجزائرية النظام الجزائري يسمح لها وأنه لشيء مشجع هذا تصريحات أمريكية جاءت في برقيات ويكيليكس مرة أخرى حين أبلغتنا الحكومة الجزائرية بموافقتها على تحليق طائرات AB3 لأفريكوم لتتبع وتحركات القاعدة في المغرب الإسلامي كما هو متعارف عليه فالآن واحد يطرح كجزائري غير على وطنه طيب بدينا بتنازلات اقتصادية ثم جاءت تنازلات سياسية ثم جاءت تنازلات عسكرية والآن نحن على وشك وشك تدخل عسكري واضح لدول غربية على رأسها راح يكون أكيد أمريكا وفرنسا تأتي لتتدخل على حدو الجزائر لمحاربة الإرهاب الآن نطرح سؤال من سيضمن مدى وصول هذا التدخل وإلى ما ستأولي إليه الأوضاع وفي الحقيقة من الأشياء كذلك التي تجعل الجزائر الغويور على وطنه يتساءل لماذا كذلك دائما فيما يخص علاقتنا مع فرنسا بعدما كانت خلال الأشهر الماضية الجزائر كأنها ظاهر موقفها الرسمي كانت ضد هذا التدخل العسكري وكانت تحبذ أن يكون الحوار مع كل الأطراف إلا أنه جاء قبل أسبوع وتزامنا مع هذا قرارت على مجلس الأمن اللي تم في نويورك وباقتراح من الدولة الفرنسية جاءنا إلى الجزائر الجناح المخصص في الدولة الفرنسية للتعاطي مع الملفات الجزائرية هذا الشيء العجيب أنه دائما عندما يكون فيما خص العلاقات الجزائرية الفرنسية من يأتي إلى الجزائر هو وزير الداخلية وزير الداخلية مانويل فالس اللي أتى قبل أيام ثلاث أيام أربع للجزائر وخلالها تم طبعا تزامن معها قرار مجلس الأمن وجاء دائما كأن القضايا الثنائية بين الجزائر وفرنسا وقضايا المنطقة يأتي ويطرح وزير الداخلية وكأن أطرافا في فرنسا لا زالت تنظر إلى أن الجزائر هي في الحق قضية داخلية لفرنسا النظام الجزائري لم يكسب أقول النظام الدولة الجزائرية حدث ولا حرج حتى النظام حتى هم لم يكسب ولا مكسبا استراتيجيا من هذه التنازلات تلو الأخرى تجاه هذه الدولة العظمى ولا شيء يعني كل مرة نده امتياز كما كنت بديت بما قال هذا ابو تفريق اللي أمضاه باسمه بإمضاؤه في جريدة أمريكية أعطيناهم تنازلات وقلنا لهم سنضمن لكم ما يليق من موارد النفط طبعا طمصا لمصالح الجزائر لأننا الآن أصبحنا نضخ البترول الجزائري ليس لاستعماله في الاقتصاد الوطني خدمة لمصالح دول أخرى يعني هذا أول دهس لمعالم السيادة الوطنية ثم جاءت التنازلات السياسية ثم العسكرية مع تواجد قوات أمريكية في الجزائر بالأدلة القطعية رغم التكذيب مرات ومرات من بعض الأجهزة الجزائرية لكن هذا أصبح معلوم وجاءت هذه التسريبات ويكيليش تبين ذلك إلى أن وصلنا حتى في آخر مطاف الآن الجزائر لقبل أسابيع كانت يعني ضد تدخل أجنبي في مالي ولأسباب نحن في الحقيقة نتفق مع هذه الأجنحة في النظام الجزائري التي ترفض ونشيد بموقفها في حقيقة ناس وطنيين في الجزائر يعلمون ما هي مخاطر وما غبت هذا مسار التدخل الأجنبي في المنطقة التدخل قد يعرف كيف يبدأه الغزاة لكن إلى ماذا سيقول الله أعلم قد يدخل الجزائر في متاهات قد يهدد وحدتها الطرابية قد يهدد أمنها كيف سترد الجزائر إذا جاءت طائرات مثلا أمريكية وفرنسية تطارد ما تسميهم أرهابيين يفرون إلى الجزائر فتقصفهم في الجزائر واش تعمل الجزائر؟ تبقى تتفرج؟ تدعم؟ تصفق؟ فهنا راح ندخل في متاهات كبرى وفي مرحلة عدم استقرار لا تحمد عقباها ونقول أن هذا النظام بعد كل هذه التنازلات وهذا التطبيل للسيادة الوطنية كيف أنها أصبحت تنتزع منا يوما بعد يوم في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية والآن تهديدا واقعيا لوحدة الطراب الجزائري بما سيجري لا محالة خلال الأسابيع المقبلة في حدودنا الجنوبية التي تفوق 1300 كم مع دولة مالي وهذا تهديد خطير للأمن الجزائري وحتى نكون منصفين ويعني نبين أن في الجزائر وقلت أن في عدم انسجام في أعلى مستويات هرم السلطة في مواضيع حساسة مثل هذه اليوم فقط وكالة الأنباء الجزائرية نقلت يعني في أني أخذتها كما هي اليوم تتكلمنا على فيه المعهد العسكري للوثائق والتقويم معهد تابع للوزارة الدفاع الوطني عقد ندوة حول الوضع في الساحل وفيه من الضباط ومن الخبراء ونحن نشيد بدور هؤلاء باش ميقاش يقولوا أن يا رشاد كم تنتقد كل شيء في النظام الجزائري لا الحمد لله كان فيه ضباط نزهة وطنيون وأنا انقلت الكلام كما جاء فيقولوا أن الصراع الفرنكو الأمريكي الأمريكي في منطقة الساحل أو بالفرنسي وترجمه على الفور هذا يخدم أطماع هذه القوى الكبرى في المنطقة ونحن نتفق معهم في هذا التحليل ولا ننسى أن بالنسبة لهذه البلدان فالفقرة الثانية الإخوة يدعوهم لقراءتها بالفرنسية هي في الحقيقة إنشاء منطقة توطر عدم استقرار حتى يضمنوا إحكام قبضتهم على الثروات في المنطقة فإذن فيها اليوم في الجزائر وهؤلاء من الضباط من ضباط الجيش الوطني الشعبي ونحن نشيد بموقفهم وهذا هو بالضبط موقف حركة رشاد ونريد أن يكثر الوطنيون سواء في الجيش الجزائري أو في غيره من المؤسسات حتى نكون على يقضى وعلى تفطن على أن هذه الأمور المصيرية التي تخص أمن الجزائر واستقرارها ووحدة طرابها وسلامة وأمن شعبها أصبحت الآن في خطر حادق بحكم هذه التنزلات تنزلات لنظام لم تكن له رؤية لهذه الاعتبارات على الإطلاق ولذلك نؤكد مرة أخرى في إطار حركة رشاد أن التغيير لهذا النظام أصبح أمر ضروري طبعا أن يكون مرة أخرى نقولها ونكد عليها تغييرا لا عنفيا بطرق حضارية يعمل على إبطال مفعول النظام فقد مبررات وجوده وأصبح يهدد كما أسلفت في هذه الأمثلة أمن الجزائر ووحدتها الترابية واستقلالها لأن قوة أي دولة أيها الإخوة المواطنون لا تقاس بالخزعبلات التي تناقرأها للأسف في بعض الصحف الجزائرية وتصريحات بعض الرسميين على أن الجزائر دولة كبيرة وغنية ولها بطرول ولها 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 نرى كيف أن عراها للأسف أصبحت تتفكك يوما بعض يوم بحكم هذه السياسات الإن بطاحية التي لا تضمن وحدة الجزائر مستقبلها سلامة ترابها سلامة وأمن مواطنها بل أنه لا سياسة إنما هو ارتجال وتضارب في أعلى هرم السرطة لأنه نظام يفقد يفتقد الشرعية الحقيقية النابعة من الاختيار الحر للشعب الذي هو الضمان الواحد بعد رب سبحانه وتعالى لوحدة البلاد ولقوتها وقدراتها كان هذا كلامي فيما يخص الجانب الأول من ما هو يحدخ من مخاطر بالجزائر في حدودها الجنوبية أمر الآخر تتبعناه هذه الأيام وهو يخص السياسات العرجاء من الناحية المالية اعتدنا في الحقيقة في هذه العهدات رئاسة بوتفليقة بخرجات اقتصادية نسميها خرجات كأنه نظام يغفل يغيب ومن بعد يفطن علينا كله بهلوسة ويتخذ قرارات مصيرية بالنسبة لمستقبل هذا البلد بدون طبعا مشاورة بدون الشفافية التي تليق بالنسبة لدولة ينبغي أن تكون دولة محترمة كالدولة الجزائرية وتطلع قرارات عفوية لا ندري لماذا اتخذت ما المصلحة منها وتأتي كذلك مبررات يعني عشوائية لا تقف ولا تصمد يعني تجاه أي تحليل موضوعي وأي تحليل يرعى مصالح الوطن الكبرى من بين هذه الأمثلة النظام الجزائري قرر قبل أيام دفع مبلغ خمس ملاير دولار للأفيمي طيب الآن لو نستمع لمبررات النظام الجزائري هما واش يقولون أولا أن هذا هذا الدفع راح يعطي قوة لمكانة الجزائر في صندوق النقد الدولي في الحقيقة يعني نحن لا نتفهم هذه القرارات صندوق النقد الدولي يعني هو ورح نعطي يعني من موقعه الآن لو الأخ المخرج يبين لكم الصورة أخذناها اليوم من صندوق النقد الدولي كيف أنه من موقعه يبين النسب التي تخص مشاركات الدول فيما يخص الحصص ويقدر أي واحد جزائري يمشي ويزور هذا الموقع الذي هو تابع للصندوق النقد الدولي ويشوف كيف أن هذه الدول المشاركة بحصصها هل سنشوف الآن فمثلا نرى الجزائر هاكم تشوفوا هنا أقراركم طبعا لأن الصورة ممكن شوية واضحة الجزائر حصتها يعني هذه الآن صندوق النوولي تعرفوا أنه يدار يعني علقا من ناحية من ناحية النظرية من مساهمات وكل دولة عندها حق تصويت حسب ما تضع في هذا الصندوق الجزائر بعد المساهمة التاحة هذه أصبح قدرتها على التصويت 0.5% إذن هذا النظام هذا دروك راهي كما يقولوا يغلط في من يغلط في شعب الجزائري طبعا موشي غلط في صندوق النقد صندوق النقد الدولي أمور واضحة أكبر دولة لعندها ميزان هي 17% هي أمريكا ثم تليها الدول الكبرى الاقتصادية فرنسا ألمان اليابان بريطانا معروفة يعني هي راح مستحوذة على حق القرار في هذا الصندوق النظام الجزائري إذن عندما يقولنا راح يصبح عندي كلمة نقول له كلمتك بحكم الأرقام رأيته عادل يعني لا شيء لا شيء كأنك رأيته تحط في مال لم تصرفش فيه ثم نرى أنه في نفس الوقت جينا أنه وكانه بين الموازات نعلم أن صندوق النقد الدولي الآن يدرس إمكانية منح قرض 4.8 مليار دولار لمصر يعني بالله عليكم أيها النظام الجزائري لو كان عندكم شيء من النخوة الوطنية والرعاية لمصالح الأمة بالمفهوم الكبير أما كان من الأحسن أن الجزائر تجد صيغة لأن إذا عندها فائض من المال كما راند داعي تساعد مباشرة المصر بما يعود بالمنفع على البلدين وقد يعطي حتى قوة للنظام الجزائري على أن يتعامل مع النظام المصري وأن يكون ممكن يدعم الوحدة تع المنطقة أو وحدة شمال إفريقيا أو وحدة إفريقيا أو العالم العربي وبتصرف يضمن يعني مصالح البلدين وكمثال يعني ما هو الشرط أن يكون هذا هو الخيار لكن فقط نشوف التزامن صندوق النق دولي يأخذ مال من الجزائر ويتصرف فيه كيف يشاء ثم أن هذا التصوير هذا الأمور وهذه السياسات العرجاء ألا أنها في مصلحة الجزائر ونحن نعلم أن الأفامي يعني كمؤسسة بنكية تابعة للدول العظمى قليلا ما تساعد دول بل أن كثير من الأمثلة تبين أن دول عديدة في مماثلة للجزائر في فترات أخرى مثلا الماليزيا قبل سنوات كانت في أزمة اقتصادية وحاول الأفامي أن يفرض عليها برنامجا فرفضته وخرجت خرجت من مأزقها بقدراتها وبإنتاجها أما الجزائر اليوم رهم يديرون هذا البعب الذي عندنا بحبوحة مالية تعرفوا لماذا عندنا بحبوحة مالية أيها الأخوة الجزائري عندنا بحبوحة مالية لأننا نأخذ من كل خيرات البلاد نمص فيها مص بحيث مننا على 20 سنة أو 30 سنة على أحسن تقدير ما يبقى وأننا أولو من الموارد النفطية ونضع هذه الأموال وين في بنود الخزينة الأمريكية بمردود ضائل يعني جل الخبار على الاقتصاديين يقولوا أن المردود هذا هذا الاستثمار أقل من نسبة التضخم العالمي يعني رانا نخسره في أموالنا ثم أضيف إلى ذلك أن يعني التعامل اليوم بين الدول أصبح يخضع لإملاءات الدول العظمى لا سمح الله لأي مشكل سياسي غدوة ولا توجه معين لبعض الدول الكبرى قادر هذه الأموال تجمد تجمد لأي سبب لأي سبب من انتقال حكومة جزائرية أخرى توجه آخر قد لا يعجب هذه الدول العظمى الأسباب معروفة وانظروا ما وقع العراق سابقا إلى غير ذلك ثم أنه يعني من ينظر إلى هذه البحبوحة المالية هي في الحقيقة مغالطة هي مغالطة في حق الشعب الجزائري لأن المنتوج المنتوج القومي الجزائري باقي ضعيف أقل من خمسة في المياه من المنتوج القومي الجزائري يأتي في الجزائر من الصناعة نحن لا ننتج شيئا أصبحنا اقتصاد ريعي اقتصاد يعني يأكل في الأموال وفي الخيرات الوطنية هذا البحبوحة المالية تستعمل فقط فقط لشراء شيء من الاستقرار الاجتماعي كلكم ما راكم تشوفوا عندما تقع اضرابة تقع تكسير كذا يخلصوا فقط ما تمسوناش النظام ولا فيه تخطيط استراتيجي لاقتصاد ولا فيه بنية تحتية لرحة قوية واتطور الاقتصاد الوطني بل أن كل هذه التصرفات اللامسؤولة السياسات الارتجالية من هذا النظام يبين أنه يهدر خيرات البلد وأحببت أن أذكر بما قاله جزائري يعني معروف وهو فرونس فانون اللي كان وقف وقفة مشرفة مع الثورة التحررية حيث يصف هؤلاء الذين وصفهم آنذاك في كتابه لدامنيد لاتير المنبوذين من الأرض كتاب ممتاز حيث يصف الوضع لهؤلاء الذين لا ينهبون أموال الشعوب ولا يولون بالمواطنين أي اهتمام ولا يعطون حقوقهم وإنما هو ابتلاع للأموال وتبديد للأموال ولا بنية تحتية تمنع وتحصن هذا البلد حتى ينطلق قوين باقتصاد قوي إنما هي خزع بلات وتلاعب بأموال الجزائر كما هو ظاهر جليا من حيث هذا القرض وهذا التصرف خمس ملاير دولار تبدر هنا ثلث ملاير دولار راح نبني بها مسجد باشن نفرح فخامته ولا نسل ندري ما هي نجاعة ذلك إلى غير ذلك من الصفقات المشبوهة التي تبدد فيها أموال الجزائر وهذا وجه آخر للطريق المسدود الذي وصلنا إليه وستأتي الكارثة لا محال أكثر في المستقبل لأنها رهينة سياسات عرجاء وكأنها كذلك مرهونة بشيء واحد وهو سعر النفط وسعر النفط هذا ما هو الشيء مضمون للأبدا يا إخوة الجزائريين وإنما هو فقط يبين مرة أخرى أن الذين هم اليوم في سدة الحكم يحسبوا لمرحلة بسيطة عام عامين ثلاثة قسم يضمن أمورهم هم مدموا في الحكم أما ما نتركه للأجيال الصاعدة وما نبدي به وطنا على ركائز قوية على اقتصاد قوي اقتصاد مثمر اقتصاد منتج والجزائر لها القدرة على أن تكون قوة اقتصادية فاعلة في المنطقة هذا ليس من اهتمامات هذا النظام بل هو ضمان فقط مصالحه الشخصية أقول الشخصية وأقاربهم وتبديد أموال الجزائر لمصالح دول أخرى لمصالح دول أخرى وهذا ما حاولنا أن نبينه ومرة الأخرى هذه من الأمور التي تبين ولازلنا نردده ونكرره ضرورة التغيير الذي تنادي به حركة رشاد والذي سيكون بإذن الله على هبّة مواطنية تضع حدا لهذه الانزلاقات الخطيرة التي تهددنا في صميم وجودنا كدولة أشكر لكم حسن الاستماع والانتباه وإلى فرصة أخرى دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا